كلام كتير طبعا حضراتكم سمعتو عن المطش وتحليل أداء اللعيبة وموسيماني وباتشيكو والأهلي والزمالك وعنصر التفوق لكن أنا لحقيقة كنت متشوق وليه شرف أنه يحصل في السادسة أن أنا أسمحها من وجهة نظر اسم كبير جدا في عالم الكرة المصرية كمدرب وكمحلل مدرب متخب مصر طبعا ومدرب النادي الأهلي وكمحلل وكمان كمحاضر ومراقب في الاتحادين الدولي والإفريقي كابتن فتحي نصير ضفنا النهاردة في السادسة أمسان نقوله بس الأول أهلا وسهلا وألف مبروك كابتن فتحي مبروك لنا كلنا مبروش مبروك ليا بس مبروك لنا كلنا لنا لكل العاملين هنا في القناة لكل المسؤولين في النادي الأهلي لكل إقدارة النادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي العظيم اللي هو كان له هدور كبير في أن احنا نصل ونحقق التسعة التسعة أهل والحمد لله أنها حققت وعبال عشرة بإذن الله زي ما قال لي في البيت الكبير قالوا لي أنه حضرتك مع كابتن هاني رامزي وسهم في استضافتهم لك يعني كنت حطيت سيناريو المباراة اللي حصل بالفعل لغاية لما وصلنا لحظة تدفيج نادي الأهلي الحقيقة بص يا محمد المباراة دي المباراة الفاصلة المباراة اللي لها أكتر من هدف هتقول لي أكتر من هدف إزاي هدف إنك تفوز في نهاية أفريق دواح اتنين إنك بتلاعب إزا مالك إذن دي بطولة تانية غير بطولة أنا بس عايز أقف مع الصورة بما أنه الزمل نزلوها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أول رئيس نادي يتوج بطولة دوري الأبطال كابتن فتحي كلاعب وكرئيس نادي ذكريات ومشوار عمر تهيقل إنت مع كابتن محمد خمسين سنة خمسين سنة ربنا يديكوا الصحة بنت العمر الصورة دي في استاد القاهرة ولو تشوفوا حضراتكم من استاد القاهرة قبل ما يتنظم وقبل ما يبقى فيه الحاجات الحديثة دلوقتي وكنا في معسكر منتخب مصر وكنا بنصلي الفجر الفرقة كمنتخب مصر وبعدين بينزل بأخذ محمود الخطيب نفسه الحاجات اللي هي نقصها بحاول أزودها له لأنه مش حقدر أعمل له الكلام ده الفردي مع الفرقة لأن أنا برضه في الفرقة بأكون أنا الوحدي فلما بنزل بنصلي الفجر وننزل فده الشمس لسه طلع وقت الفجر وبننزل للملعب وما بفيش بني آدم ولا عامل ولا أي حد ولا غرف ملابس بناخد معنا الكور وانا معان مفاتيح ونقعد نشتغل وبعدين يطلع ناخد دوش ويفطر ويجهز نفسه للشعر العادي إزاي ما كانش بيحصل غير مع كابتن محمود خطيب لا يعني هو بص ده إنسان بيعشق الكورة عايز عنده إرادة وبيعشق النجاح أيضا ودايما زي السفنجة السفنجة عايز المياه يعني تحطها في المياه كده بتشربها هو سفنجة عايز ياخد كل حاجة عايز يستفيد بكل حاجة عايز اليوم ما يبقاش فيه 24 ساعة عايز التمرين ما يبقى الساعتين يعاوز تمرين 4 ساعات